بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات أحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم لننظر كيف تعملون صدق الله العلي العظيم الله سبحانه وتعالى حكيم الحكمة من الإحكام ضبط الأمور والأشياء بدقة ومن الإحكام وضع الشيء في موضعه ولذا فسروا الحكمة بوضع الشيء في موضعه الشخص المناسب في المكان المناسب والقول المناسب في الوقت المناسب والعمل المناسب في الظرف المناسب هذه هي الحكمة الله سبحانه وتعالى حكيم يعني عالم بوضع الأشياء في مواضعها والحكيم لا يعبث العبث لا يناسب الحكيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان عبثا وإنما خلقه بحكمه إحنا أعمالنا عادة إذا أردنا أن تكون بحكمة لازم يكون لهذه الأعمال غرض الطفل الصغير حينما يلعب أو يلهو أو كذلك الكبير اللعب بمعنى العمل الذي لا غرض له إذا واحد عمل عمل بدون هدف بدون غرض هذا يصير لعب وما خلقنا السماوات والأرض لاعبين إلا هو معنى أن الإنسان يقوم بعمل هذا العمل يسبب غفلته هذا يسمى الله لها عنه يعني عمل عملا فغفل عن أعمال أو عن أشياء أخرى هذا هو الله الإنسان الحكيم لا يلعب بمعنى أنه لا يعمل عملا بدون غرض لا يلهو يعني يعمل عمل يسبب غفلته الله سبحانه وتعالى هو سيد الحكم فلذا كل أعماله وأفعاله وصنعه ضمن حكمة نحن قد نعرف تلك الحكمة وقد لا نعرف أنت عندما تروح إلى طبيب الطبيب يمنعك عن أكلة معينة أو أكلة معينة أو يعطيك دواء مرة تسأل الطبيب لماذا هذه الأكلة ممنوعة علي اشرح لك لماذا هذا الدواء المر لازم اشرح لك قد تلتفت وقد لا تلتفت لأنه كثير من الأحيان كلام الأطباء كلام أخصائي بإصطلاحات ببيانات لا يعرفها إلا ذوي الاختصاص زين أنت اللي تروح عند الطبيب وتثق بهذا الطبيب مرة ما تثق به هذا بحث يمكن واحد يراجع إلى طبيب ثاني وثالث ورابع ليش لأنه ما وثق لكن إذا تثق به تثق به تعتمد عليه إذا فهمت فبها إذا ما فهمت تقول زين هذا هو خبير هذا أخصائي كلامه لا ينطلق من عبث لا ينطلق من جهل صحيح أني ما ملتفت السبب لكن هو حكيم فكلامه صحيح إذا الإنسان يثق بذلك الطبيب إذا ما يثق به ذاك بحث آخر يصير الله سبحانه وتعالى له الخلق وله التشريع لماذا خلق الآيات القرآنية والأحاديث بيّنت يمكن واحد يستوعب ذلك الكلام يلتفت إليه يقتنع به يفهمه يمكن واحد ما يفهمه لكن إذا أنا ما أفهم شيء صنعه الحكيم معنى ذلك أن ذلك الشيء مو صحيح لا أنا ما أفهم وفوق كل ذي علم عليم الآن عدنا مشكلة في كثير من الناس عندما يوصل إلى حكم شرعي يقول أنا لازم أقتنع بهذا الحكم إذا اقتنعت بي ألتزم بي إذا ما اقتنعت بذلك الحكم الشرعي خلاص أنا ما ألتزم بي ونحن رأينا كثير من هؤلاء الناس يقول هذا الحكم الشرعي شنو السبب مرة احنا نقول ما ندري لأنه ليس لنا علم بكل شيء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أحيانا هم الآيات والروايات بينت بس مستويات الناس مختلفة قد لا يفهم الكلام أو لا يقتنع به زيان هذا ما يفهم الكلام أو ما يقتنع به معناه أن الكلام غلط لا الله سبحانه وتعالى في خلقه حكيم وفي تشريعه حكيم له الخلق والأمر الآية الشريفة تقول هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلاه بعد ذلك يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو العالم بتركيبة هذا الإنسان وما يصلحه عما يفسده فلذلك شرع تشريع متطابق مع التكوين خلق الإنسان بكيفية والأحكام تناسب تلك الكيفية لذا الملائكة تكليفهم غير تكليفنا لماذا؟ لأن تركيبة الملائكة غير تركيبتنا فتلك التركيبة لها مقتضيات أخرى الملائكة لا شهوة لهم الملائكة لا يحتاجون إلى أكل الملائكة لا يحتاجون إلى نوم لا يحتاجون إلى زواج لا يحتاجون إلى كذا إلى كذا إلى كذا هذه التشريعات التي لنا تناسب تركيبتنا لا تناسب تركيبتهم لذلك لهم أحكام غير أحكامنا إذن إذا إحنا التفتنا إلى علة حكم فبها إذا ما التفتنا الآية الشريفة تقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الحرج يعني الضيق النفسي التسليم عملا هناك بعض من المؤمنين ملتزم بالأحكام الشرعية صلاة، صوم، حاج، حجاب في المسائل الأسرية، في المسائل الاجتماعية، في بلده عندما يسافر برّه لكن أحياناً بعض المؤمنين الملتزمين عملاً يشعرون بحرج من بعض الأحكام بنت مسافرة إلى الجامعة إلى الخارج محجبة، هي محجبة، ملتزمة مثلاً، لكن تشعر بحرج من الحجاب مثلاً، أو شاب مؤمن متدين مسافر إلى الخارج ما يصافح الأجنبيات لأنه محرم مصافحة الأجنبيات، يلتزم بالحكم الشرعي، لكن يشعر بحرج بحرج من الحكم هذا إيمان مكامل، إيمانه إيمان ناقص حسب هذه الآية، فلا وربك لا يؤمنون، إيمانهم إيمان مكامل، ناقص، حتى هذه الغاية، إذا صار هذا الحتى، هنا الإيمان يكمل حتى يحكموك فيما شجر بينهم هناك خلافات فكرية، خلافات عقائدية، خلافات سلوكية، خلافات عملية من هو الحكم فيها؟ الحكم هو الرسول محمد صلى الله عليه وآله حتى يحكموك فيما شجر بينهم كلمة الفصل للدين صارت كلمة الفصل ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وثالثا ويسلموا تسليما نفسيا وعمليا لا يشعر بحرج ويلتزم عملا وإلا بعض الناس بعد قضية الغدير قال للرسول الله صلى الله عليه وآله أمرتنا بالصلاة صلينا، أمرتنا بالزكاة زكينا، أمرتنا بكذا عملنا فلم ترضى حتى نصبت لنا ابن عمك ابن عمك فالرسول قال له هذا مو من أمر من عندي هذا مو أمر من عندي من الله سبحانه وتعالى الرسول فقط كان مبلغ عندنا في الحديث الشريف هذا بين قوسين نذكرة أنه الأمر بتعين أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام هذا في المعراج حينما ذهب الرسول إلى المعراج بدون واسطة جبرايل مشافهة الله سبحانه وتعالى خلق الصوت فكلم رسوله بذلك لأن الأمر جليل حتى جبرايل في هذا الأمر لم يكن واسطة من الله مباشر إلى الرسول صلى الله عليه وآله والرسول فقط دوره في هذه القضية هو المبلغ والذي يعتقد بأنه يحق له أن ينصب إماما أو يختار إماما فهو مشرك باطنا كما قالت الآية وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة الله يخلق وغير يختار هذا يصير ما يصير وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة زين إذا واحد يقول آني مختار هذه الصفة في هذه الجهة يعني هذه الصفة خاصة بالله هو الذي يعين الأنبياء والأئمة إذا واحد يقول آني يعين فهذا قد نسب لنفسه صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى زين هذا القوس نسد نرجع إلى كلامنا إذن الإنسان عليه ثلاثة أمور الأمر الأول أنه في القضايا يشوف القرآن قايل في هذه القضية شي الرسول صلى الله عليه وآله قال شيئا الأئمة عليهم الصلاة والسلام قالوا شيئا يتبع ويسلم تسليم مطلق أنت عندما تصاب بمرض والأطباء شخصوا أنه يجب أن تجرى عملية جراحية تسلم نفسك للأطباء بل بعض الأحيان تستعجل في ذلك وتصرف الأموال ليش؟ لأن أنت تثق بهؤلاء الأطباء تثق بهم فلأنك تثق بهم حتى لو يستدعي أن تصرف أموال حتى لو يستدعي إجراء عملية كبرى يستدعي باتر أعضاء بكل رغبة ورضا تتقدم لذلك لأن عندك ثقة بهم الإنسان لازم يثق بالله سبحانه وتعالى يثق بالرسول يثق بالأم عليهم الصلاة والسلام نعم إن لم يكن لهم كلام في شيء أو كان كلام عام وزين هنا يجي دور الإنسان فكرة واجتهادة وحركتها يجعل كلمة الفصل وخاصة في عالم اليوم اللي الأفكار من كل الأطراف تترى هذه الأفكار التي تأتي واحد يشوفها طبعا ليس كل فكرة ينتجه الغيره هي فكرة باطلة قد تكون صحيحة يشوف هذه الفكرة بعد ذلك يشوف أنه تتطابق مع المفاهيم الدينية أو لا الذين يستمعون القول فيتبعونه أحسنه إذا شاف متطابقة أهلا وسهلا مو مشكلة الإنساء الله سبحانه وتعالى ما غالق باب العلم والتعليم في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الحكمة ظالة المؤمن إذا وجدها عند منافق فهو أولى بها منه يعني إذا فد منافق نطق بحكمة أنت المؤمن أولى بتلك الحكمة من ذلك المنافق مو مشكلة أخذ منه بس هي حكمة لا تتعارض مع الدين بل تتطابق معه الرسول صلى الله عليه وآله حسب المرويه عنه أطلب العلم ولو بالصين ومشكلة التطور العلمي اللي يصير واحد هذا التطور العلمي يستفيد منه والإسلام دين العلم والمعرفة لكن ليس كل ما يأتي من الغير هو الصحيح وهو الوحي المنزل كثير منه أفكار باطلة وخاصة في المسائل الدينية والمسائل الاجتماعية فهي المرحلة الأولى واحد يستمع مو مشكلة لكن يشوف الصح من غير الصح في الحديث الشريف الإمام الصادق بعد استشهاد الإمام الباقر بعض الأصحاب كانوا في حيرة لأن الأصحاب الخاصين كانوا يعلمون الإمام الذي يأتي بعد لكن عامة الناس لجهة ظروف التقية ما كانوا يعلمون فلذلك بعض الأحيان في شدة ظروف التقية في استشهاد إمام كانوا يتحيرون ويحققون فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بعضهم وكانوا متحيرين شرقا غربا تروح للشرق روح للغرب لا تجدون علما إلا ما خرج من هذا البيت وما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل يعني في مسائل الدين هذه المرحلة الأولى أطلب العلم شوف العلم مو مشكلة لكن اختار الصحيح من غير الصحيح ميز الآن علمت بأن هذا الشيء هو الذي يطابق الشرق ارضى به إذا أنت تثق بالله سبحانه وتعال لازم ترضى به منزلة الرضا هذه منزلة عظيمة وغالب الناس لا يصلون إلى هذه الدرجة عندنا منزلة منزلة الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم 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 بغير حساب منزلة فوق الصبر وهي الرضا في الحديث الشريف الرضا بمكروه القضاء من منازل المقنين إذا أنت نزل عليك القضاء بما تكره مو أنت تكره هو مكروه يعني مصيبة مشكلة ترضى بذلك الرضا بذلك هذه منزلة منزلة عظيمة ليش؟ لأن الذي قدر لك هذا هو الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان وصل إلى درجة الثقة بالله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر لعبده المؤمن إلا ما هو خير له يرضى بذلك ذكرنا هذا المثال ما للطبيب واحد مثلا لا سمح الله الأطباء شخصوا أنه لازم تبتع رجلة تقطع رجلة لأنه إذا ما قطعت المرض سيسري إلى قلبه وسيموت زي أن تشوف هذا يروح يوسط الواسطة ويدفع فلوس وكذا حتى أسرع العملية تجرى ليش؟ صحيح؟ يكره هذا الشيء مكروها يقطع أو يبتر عضو من أعضاءه لكن لأجل ذلك يدفع فلوسهم لماذا؟ لماذا؟ لأنه وصل إلى درجة من اليقين أن هذا خير له إما يموت وإما أن يبتر رجلة صحيح هذا أمر مكروه لكن هو يرضى به بل يوسط لأجله بل يصرف لأجله لأنه وصل إلى قناعة بأن كلام الأطباء صحيح زينا إحنا لماذا لا نرضى بقضاء الله عادة إذا مات قريب مثلا أو الإنسان خسر في تجارة خسارة كبيرة أو صارت لها مشكلة عظيمة لماذا لا يرضى بقضاء الله لا أحد سببين إما ما عنده ثقة بالله أو هو يدري أنه لعل هذه المصيبة عقوبة من الله سبحانه وتعالى لأن المصائب التي تنزل على الناس على ثلاثة أقسام قسم منها ابتلاء الله سبحانه وتعالى يبتل الناس يعني يختبرهم لا لأنه لا يعلم وإنما لأجل أن يظهر ما علمه الله سبحانه وتعالى أزلا يعلم بالمؤمن من الكافر من المنافق يعلم بمن ينجح في الامتحان ومن يسقط لكن أن يعاقب الناس حسب علمه هذا مو من العادل واحد لم يفعل شيئا أقول أنا أدري بأنه هذا في المستقبل راح مثلا يقتل فهيسا الآن أعدمه هذا مو من العادل العقوبة على العلم هذه ليست من العادل العقوبة على العمل مثل المعلم اللي يدري في في المدرسة أن هذا الطالب الكسول راح يسقط وهذا الطالب الناجح الشاطر راح ينجح يصح بدون امتحان يسقط الطالب الكسول لا مع أنه يعلم بأنه هذا راح يسقط بالامتحان وسيقولون أنت اختبره بعديا إذا سقط ما يخالف سقطه تارة المصائب لأجل أن يظهر ما علمه الله سبحانه وتعالى ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون تارة المصائب عقوبة الله سبحانه وتعالى يعاقب الناس وخاصة المؤمنين منهم في الدنيا الإنسان صدر منه فعل محرم زيادة نقيصة الله سبحانه وتعالى ما يريد يعاقب بالآخرة يعاقب بالدنيا حتى يصفي تصفيه عندما يروح في الآخرة يروح صافي قد عاقبه بما يطهره من ذنبه هذا هم أحيانا المصائب عقوبة وأحيانا المصائب لرفع الدرجة الله ما يريد يختبر هذا الإنسان ولا أنه عقوبة لعمله يبتلي وإنما يريد أن يرفع درجته وهذه مصائب الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام وبعض الأولياء من هذا القبيل الله سبحانه وتعالى يريد يرفع درجته لا بالحديث إن لك درجة لا تنالها إلا الشهادة الله سبحانه وتعالى كان يريد يرفع درجة الأئمة عليهم الصلاة والسلام لكي يصلوا إلى درجة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء في تأويل أو تفسير هذه الآية المصائب اللي نزلت على الأئمة عليهم الصلاة والسلام لأن الرسول أفضل منهم فدرجته أرفع منهم فالله سبحانه وتعالى يريد يوصلهم إلى درجة الرسول صلى الله عليه وآله فلذلك ابتلاهم بالمصائب المختلفة كل إمام بطريقة من الطرق هذا هم قسم هسا إحنا ليش لا نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى إما ثقتنا بالله ضعيفة ويمكن هذا غالب الناس هكذا وإما لأنه نخاف أنه هذا يكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى الله دا يعاقبنا والإنسان خلو ما يرضى بالعقوبة يعني واحد دا يعاقب يرضى بذلك ولو أنه يعلم أنه يستحق تلك الحقوبة الله سبحانه وتعالى عندما بيّن لنا الأحكام بيّن لنا الأمور قضاء قضاء مختلف هذا كله بحكمة إحنا لا نعلم مو مشكلة بس نعلم بأن الله حكيم أن الله عالم بكل شيء أن الله لا يظلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يجور ما في جور وكل عمله بحكمة هذا نعلم به لازم نعلم به لازم نوصل إلى درجة اللي تلك الدرجة كما يقول أمير المؤمن لو كشف لي الغطاء ما ازددته يقينا طبعاً لحنا من نوصل إلى درجة الأم عليهم الصلاة والسلام لأنهم خلقوا من عنصر فوق عنصرنا لكن ولكن أعينوني بوراع واجتهاد الإنسان يحاول أن يقين يزداد إيمان يزداد والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إذا وصلنا إلى هذه الدرجة من الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك تهون لدينا المصائب هذا مو معنى أن الإنسان لا يسعى أنك بعض الأحيان يصير خلط في المفاهيم الله سبحانه وتعالى يقضي ويقدر لكن ليس كل قضاء وقدر حتم بعض الأحيان الإنسان بيده أن يفعل فالله سبحانه وتعالى يغير ذلك القضاء إحنا ليش ندعوه سؤال الله قضى وقدر ليش ندعوه لأن الدعاء يغير القضاء الدعاء يغير القدر البداء الذي نقول به ورد في القرآن الكريم وفي الروايات الشريفة هو هذا معنى أن الإنسان يعمل عمل الله سبحانه وتعالى يغير التقدير نحو الأحسن أو نحو الأسوأ الله قدر عذاب قوم يونس لكن لما تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى فكشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين الدعاء والعمل الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل إذا أنت في مشكلة حاول تغير هذه المشكلة إذا تمكنت إذا ما تمكنت خلص على المرء أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه أن يكون موفق أنت أعمل الله سبحانه وتعالى هو حكيم لعله بعملك يغير القضاء ولعله لا يغير القضاء هذا الشعر المعروف المشهور للشاعر التونسي إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر هذه مفهوم ديني صحيح لأن القدر والقضاء إما محتوم هذا ما يتغير إما غير محتوم هذا غير المحتوم بعمل الإنسان بدعاء الإنسان بتوسل بالأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى الله يغير ذلك القضاء أو يغير ذلك القدر لأن الله على كل شيء قدير كما هو قدر هو يغير ذلك القدر لتغير المصلحة الإنسان كافر الله يقدر له النار والعذاب إذا أسلم الله يقدر له الجنة زين لي أشغل تغير التقدير لأن الإنسان تغير هو لما كافر الله يقدر له النار لما صار مسلم الله يقدر له الجنة إذن علينا أن لا نيأس أن نعمل أن ندعو الله سبحانه وتعالى فإذا وصلنا إلى النتيجة المرجوة فبها ونعمة إذا هم ما وصلنا إلى النتيجة المرجوة فنعلم بأن الله سبحانه وتعالى حكيم فنرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى لنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم زياراتكم وصلنا الله على محمد وعاله الطاهرين نسأل الله سبحانه وتعالى حكيم بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة